قوائم الانتظار قوائم الانتظار خلصت هل وضيفت تاني قوائم الانتظار لا 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 احنا قوائم الانتظار لما جينا كانت 1788 كان مفروض نخلصهم في 6 شهور خلصناهم في 62 يوم وعملنا منظومة تمنع قوائم الانتظار فاحنا دلوقتي مخلصين في حدود 86 ألف حالة في 7 شهور مثلنا المرحلة التانية في المرحلة التانية ربطنا التأمين الصحي ونفقة الدولة بالـ 157 مستشفى بالغرفة المركزية بقوائم الانتظار بقاش المريض يتكلم في الكل سنتر ابتداء من واحد واحد بقى مجرد ان اصلا انت بتكلم في الكل سنتر تقول لنا ليه نفق الدولة وحطيني قوائم الانتظار او انا متأمن علي وقالوا لي لا لازم عملية وحطيني قوائم الانتظار لا مجرد ان بيتكشف عليك ويطلعو لك القرار في نفقة الدولة القرار ده بيتسمع في الغرفة مركزيا في الوزارة الوزارة بتشوف القرار ده طالع على مستشفى ايه سين معهد ناصر بس هما شافوا حسب القدرة الاستعباية في معهد ناصر والحالات ده معهد ناصر يبنته قدامك 3 أسابيع لكن في در الشفى أسبوع يروحوا محاولين القرار لدر الشفى ومكلمين المريض يقولوا طلع على در الشفى دلوقتي احنا نزلنا متوسط قوائم الانتظار كانت بتوصل لأكتر متات سنية بمتوسط 400 يوم احنا دلوقتي بقائنا 17 يوم حتى أقصر يعني دلوقتي ما فيش مريض في مصر بيتأخر أكتر من 17 يوم في التسع تداخلات طيب أول مبارح قعدت مع زملائي في غرفة قوائم الانتظار وقلت لهم لأن احنا سيادة الرئيس أمر ان احنا نعمل صندوق لقوائم الانتظار للاستدامة المالية خلصنا القانون بتاعه في المراجعة في مجلس الدولة دلوقتي كتبين في القانون ان يصح ان احنا من وقت للتاني ندخل تداخل أو أكتر حسب احتياج المجتمع فعرضوا علي قالولي أساطر الترفية المرضى السكر بالزيت واللي بتقدي عدم حدوثها البتر وغرغرينة والأساطر المخية ودي غالية جدا متكلف حاجة وسبعين ألف الأساطر المخية يصح ان احنا شايفين فيه معاناة ويصح ان احنا ندخلها في قوائم الانتظار دخلناها ابتداء من امبارح أصدرت تعليمات أول امبارح بالليل قلت لهم من بكرة تعميم على كله وكان مدير نفقة الدولة ورئيسة هيئة تأمين صحي قاعدين قلت لهم كل الحالات اللي لها قرار نفقة الدولة أو تأمين صحي أسطرة طرفية أو مخية تتحول على غرفة قوائم الانتظار فورا الدولة اللي بتدفع لولادها والدولة اللي بترعى ولادها من وقت للتاني كل ما يجد احتياج في المجتمع كل ما احناستجيب لي قوائم الانتظار تتفاجئ انها وفرت لغاية امبارح 240 مليون جنيه من نفقة الدولة لمجرد الحوكمة المالية والرقابة احنا عندنا غرفة رقابة قوائم الانتظار لا ماليش اشتراحيها مع هذه الوزيرة يعني علشان انت ابعت لك الحالة انت بتعملها كان قبل كده ابعت قرار نفقة الدولة يعمل اللي يعمله ما يعملش اللي يعمله انا حتى مش عارفها هو عمل ولا لا دلوقتي بيتتعمل ويقفل الحالة عندي ويديني التكلفة وابعت رقابة عليه ونكلم المريض دفعوك فلوس من الدكتور اللي عمل لك عمل لك يوم ايه وفرنا 240 مليون جنيه في 7 شهور ونص من حوكمة قوائم الانتظار الرقابة الإدارية من اول يوم بترقب معانا مش مركزيا بقى في الغرفة يوميا في 27 محافظة على المية 57 مستشفى مستشفى وزارة الصحة وقوات وقوات المسلحة طبعا لها نظام رقابي وهي والشرط لكن مستشفى الجامعة ووزارة الصحة والمجتمع المدن اللي احنا بنبعد برضو في السياق ده 209 مليون جنيه هي تكلفة المجتمع المدني ومشاركته في قوائم الانتظار اللي هي لغاية النهاردة متكلفة حوالي 950 مليون جنيه زائد 209 من المجتمع المدني مجدي عقوب والأرمان وبيت الزكاة والصداقات موسيقى 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 اشتركوا في القناة